من هو على باك وقفه شعب البحري ما في أحد هذا الشعب الصغير لكنه أكثر الشعوب صموداً في هذه الثورة لا يقارن بثورة تونس ولا ثورة مصر ولا ثورة اليمن ولا ثورة سوريا ولا انتفاضة البلد ولا غيرها نقرأ الأمور بالبصيرة ونلاحظ هذا الصمود وهذه الثقافة وهذه الإنسانية وهذا الانضباط ثورة قائمة على العدل لا تظلم ثورة قائمة على العقل للانفعال ثورة قائمة على الذات لقوة خارجية هذا الثقافة للبحرين لما ينجي نقرأ هذا الشعب القليل في عدده كثير في إيمانه لذلك ينتصر داود واحد طالوت واحد غير معادلة بني إسرائيل طالوت غير معادلة هذا الجيش صفة صفة بقوا عنده قلة مع الضعفها طلع عنده داود غير معادلة بني إسرائيل جالوت هذا الامبراطور انتهى بقلة إرادة شعب البحرين كذلك إرادته تهزم الأسطول الأمريكي ما قمعوا الدوار قبل عام إلا بتخطيط أمريكي من وزير الدفاع ومن نائب وزيرة الخارجية الأمريكية خططوا ثم قمعوا وانترى الخليفة يعرفوا يفكروا الخليفة هم يفكروا بل شردوا أغلب الخليفة في بداية شردوا وانترى خليفة في بداية شعب البحرين سينتصر بإذن الله لذلك شعب البحرين سينتصر بإذن الله هذا نعيار ونحن سنبقى مع أهلنا في البحرين ضد آل سعود في البحرين وضد آل خليفة وضد درع الجريرة سنبقى نطالب بإسقاط آل خليفة وإخراج درع الجريرة ليفكروا إحنا والبحرين لا يمكن لأحد أن يفصل بيننا نحن وهم شعب واحد رغم عن آل سعود وآل خليفة ورغم عن كل طاغي وظالم لهذا ما عدنا مانع نقتل كما يقتلون ونسجن كما يسجنون ونجرح كما يجرحون بالعكس نحن نأنس حينما تكون جراحاتنا تضمت جراحاتهم كما أن جراحاتهم تضمت جراحاتنا وشهداؤنا وشهداؤهم يكملون بعضهم بعضا لذلك نحن من البحرين نستمد الصمود لذلك هي بوابة التغيير ها بحرين تسقط يعني حكومات الخليج كلها ستتساقط بإذن الله لذلك أمريكا تعلم ذلك لذلك كل قوتها كل مؤامراتها حتى لا يسقطوا آل خليفة لأن هذه بداية الحلقة للسقوط لذلك عسن أبقى مع البحرين مهما دفعنا من ضريب وتكاليف البحرين هم نحن ونحن هم ترجمة نانسي قنقر